ومن مقر عقاد اجتماع لجنة فلسطين بالبرلمان العربي ينضم إلينا الزميل محمود جميل مباشرة محمود بعد التحية انقل لنا أهم النقاط التي وقف عليها اجتماعه اليوم نعم أهلاً وصهلاً بكم وبكل أستاذ المشاهدين نحييكم من داخل البرلمان العربي حيث عقدت لجنة فلسطين اليوم اجتماعاً طارئاً لبحث التدعيات الأخيرة على قطاع غزة واستهداف مستشفى الأهل المعمداني واليوم قبل بدء هذا الاجتماع كانت هناك كلمة قوية للسيد عادل العسومي رئيس البرلمان العربي الذي أدان بكل شدة وبشكل قاطع وحاسم هذا الاستهداف على هذا المستشفى الذي اعتبره إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وضد البشرية وطلب بوقف هذا العدوان على قطاع غزة لكن مزيد من التفاصيل حول هذا الاجتماع وأيضاً الاجتماع الدائم للبرلمان العربي لبحث هذا العدوان على قطاع غزة يسعدني أن أرحب بالسيد عادل العسومي رئيس البرلمان العربي سيد عادل بعض التحية بالطبع اجتماع مهم وليس هذا هو الاجتماع الأول لجنة فلسطين بل الاجتماع الثاني واجتماعات دائمة للبرلمان العربي ما أهم ما جاء في هذا الاجتماع وأهم المطالبات والمناشرات التي قمتم بالتأكيد باتخاذها خلال هذا الاجتماع رداً على القصف العدواني على قطاع غزة كما تعلم بأن الساحة الفلسطينية متسارعة وخطيرة في نفس الوقت لذلك البرلمان العربي عقد جال سطار ألي لجنة فلسطين لكي نؤكد على كثير من الثوابط لكي نؤكد على دعم البرلمان العربي للأخوة الفلسطينيين ولكي نبرز الانتهاكات التي حصلت بحق الأخوة الفلسطينية واللي آخرت استهداف مستشفى بما يعد انتهاكاً واضح للمواثيق الدولية والإنسانية والذي يعاد جريمة حرب مكتمة الأركان إذاك البرلمان العربي سيسعى وسيستمر وهو في حالة نعقاد دائم في دعم الأخوة الفلسطينيين للأسف في هناك تخاذل من بعض الدول الكبرى والتي تحاول قلب الحقائق وتحاول أن تبرز بأن هناك استهداف للإسرائيليين لا الاستهداف واضح للأخوة الفلسطينيين خاصة منهم الأطفال والسيدات وكبار السن والمدنيين العزل واستخدام الأسلحة الفتاكة التي يجب أن لا تستخدم في مثل هذه الظروف والأسف هذه الأسلحة بعضها موجود وصل مؤخرا من جانب القوة الكبرى وهو دعم واضح من جانبهم على الدول الكبرى أن تعي بأن في الفترة الحالية فيما يقومون من دعم مساندة لقوات الاحتلال الإسرائيلي هو جرر منطقة لحالة دمار كشامل وهو ما يؤكد بأن هذا الأمر سيؤثر على السلم العالمي منطقة الشغلوسط منطقة مهمة وحساسة لذلك يجب على الدول هذه أن تكف عن مساعدة ودعم القوات الإسرائيلية وأن تقوم بدورها في تهدأة الأوضاع وحماية المدنيين العزل من هذه الاستهداف ومهذه المجازر التي يجب أن تكون مدانة من جانبهم بدل أن تكون مدعومة من جانبهم سيد عادل كيف ترى الجهود المصرية التي يقوم بها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في التوصل لوقف هذا العدوان على قطاع غزة وخاصة فيما يتعلق بالمساعدات تعلم حجم المساعدات التي انتهت من تجهيزها مصر وموجودة الآن على معبر رفع كيف ترى كل هذه الجهود وأنتم نشدتم بضرورة دخول المساعدات ووجود ممر إنساني لقطاع غزة أمانة كرئيس البرلمان العربي كمواطن عربي أشيد بالموقف القومي لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والحازم الذي أكد أن موقف مصر لن يتنازل عن دعم الأخوة الفلسطينيين وعن تجنبهم لهذه المجازر وتجنبهم للإجراءات التي للأسف يعني بعيدة عن الإنسانية وهي منع دخول المساعدات خاصة الطبية منها والإنسانية والموقف المصري هو أمانة كان يعتبر موقف عربي ومصر بلد كبيرة وتتعامل الآن وفق المصلحة العربية لذلك الجهود المصرية واضحة خاصة في موضوع موقف فخامة الرئيس برفض نزوح أو تهجير الأخوة الفلسطينيين للأراضي المصرية أو الأردنية هذه كلها يبيننا فيه هناك مخطط كبير الدولة المصرية قادرة على حماية حدودها حماية أراضها حماية مواطنينها ومصر بلد كبير يجب أن يراعها في هذا الجانب أن مصر بلد كبير والموقف المصر أمانة موقف عربي أصيل يؤكد أن الدولة المصرية دائما لن تتنازل عن دعم الحقوق العربي في شكل عام والفلسطيني بشكل خاص أشكر حضرتك شكرا جزيلا سيد عادل العسومي رئيس البرلمان العربي شكرا لحضرتك كما تبعنا مشاهدين الكرام كل هذه التفاصيل والتصريحات لرئيس البرلمان العربي خلال هذا الاجتماع وكما تحدثنا أنه ليس الاجتماع الأول لجنة فلسطين بل عقدت في الثاني عشر من أكتوبر الجاري اجتماعا لمناقشة كل التدعيات التي حدثت وبدأت في قطاع غزة في السابع من أكتوبر الجاري وقامت بالتنديد ومطالبة المجتمع الدولي بضرورة أن يكون هناك حماية للفلسطينيين والشعب الفلسطيني وأيضا قام بتحية الشعب الفلسطيني على سمودي وأيضا البرلمان العربي اليوم أكد على رفض فكرة التهجير وأن يتمسك الشعب الفلسطيني بأرضه ورافض تماما أن يترك أرضه وقال سيد عادل عسومي أيضا خلال تصريحات اليوم أنه لا يعقل أن يهجر الأصحاب الأرض من أرضهم فلابد من التمسك بالأرض وتوجيه كل التحية للشعب الفلسطيني ودعوة المجتمع العربي والمجتمع الدولي لضرورة حماية الفلسطينيين ووقف هذا العدوان الذي يستهدف الأطفال والنساء والشيوخ في غزة كانت هذه هي الصورة من اجتماع فلسطين اليوم وكما أكد السيد عادل العسومي أن البرلمان العربي في اجتماع دائم لمناقشة كل هذه الأحداث ومتابعة التطورات الخاصة في قطاع غزة هذه هي الصورة من داخل البرلمان العربي عودة إليكم مرة أخرى في الستوديو شكرا لك على كل هذه المعلومات الوافية محمود جميل مرسل التلفزيون المصري